أعلنت إدارة السجون الروسية نقل المعارض أليكسي نافالني إلى المستشفى لكنها أشارت إلى أن حالته الصحية جيدة وأنه وافق على تناول الفيتامينات ودعى أنصار نافالني إلى احتجاجات في أنحاء روسيا الأسبوع المقبل من أجل إنقاذ حياة المعارض الأبرز الكريملين المضرب عن الطعام بينما أكدت الشرطة الروسية بأنها ستمنع أي محاولة للمساس بأمن البلاد وسوف تتخذ كل الإجراءات للحفاظ على القانون والنظام طالب وزير الخارجية الأوكراني الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبة على روسيا على خلفية الأزمة بين موسكو وكييف ويبحث وزراء خارجية الدول الاتحاد الأوروبي في اجتماع عبر الفيديو اليوم عددا من الملفات في مقدمتها التوتر الروسي الأوكراني وكان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون طالبه بتحديد خطوط حمراء واضحة تحمل عقوبات محتملة ضد موسكو وذلك عقب التعزيزات الأخيرة للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية وأضف ماكرون في مقابلة صحفية بأن دول الاتحاد لن تقبل بعمليات عسكرية جديدة على الأراضي الأوكرانية تنضم إلا من باريس مراسلتنا عزة غريبة والمزيد عن هذا الموقف الأوروبي المطالب طبعا بدعم أوكرانيا في هذه الأزمة تماما فضيلة مطالبات بدعم أوكرانيا في هذه الأزمة وكان هناك اجتماع حتى في قصر الإليزي قبل يومين بين الرئيس الأوكراني والرئيس الفرنسي انضمت إليه لاحقا المستشارة الألمانية إنجلا ميركل والآن الملف مطروح على طاولة وزراء الخارجية الأوروبيين وهناك حديث لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يقول فيه بأن الانتشار العسكري الروسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا هو الأكبر على الإطلاق وقد قدره ب150 ألف جندي روسي ولكن في الوقت نفسه قال بوريل بأنه لا خطط لفرض عقوبات على روسيا حاليا ولكن هناك قلق أوروبي شديد من التوتر بين روسيا وأوكرانيا هناك مطالبات لروسيا بسحب قواتها ودعوات للتهديئة وخفض التصعيد وأيضا هناك مطالبات لروسيا في موضوع نفالني بتأمين طبيب يثق به المعارض الروسي وفي كل الأحوال هذه الملفات وإن كانت مطروحة على الطاولة ولكن ما من خطط لعقوبات بل ربما فقط وضع لخطوط حمراء كما دعا الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون شكرا لك عز غريبة في باريس